اشتركوا في القناة بس ادي كل القصة خلونا نروح بقى لكلام جدا حبيتين احنا عايزين ولادنا لما يجوا يتعلموا وهم بيتعلموا يبقى وعي المؤسسي اقصر اتساعا ورحابة يعني ايه يعني يبقى فاهم الدنيا فيها ايه مش بس ان هو الطالب شاطر جدا وزاكي وزايا الفل وبيروح كليته وبيجيب امتياز كل سنة كده رائح خالص بس السؤال هو عارف الدنيا برا بتفكر في ايه وعايزة ايه ومتجهة الى فين ده سؤال السؤال التاني هو بيجهز نفسه اللي ده والجامعة بتساعده على ده ولا لأ طيب انا عارف ان الولاد بتوعه الجلدة بالذات شطار مزهلين وهيجي تقوله على مش عارف ارتفشل انتليجنس احكي لك حدوتة مش عارف روباتيكس حدوتين وهكذا وطبعا هتلاقي الصديقي الجديد يوسف عيسى لو بتفرج عليها دلوقتي يوسف انا عايزك تطلع علم روباتيكس يا يوسف لو بتحبني اطلع علم روباتيكس والنبي خلونا نرحب بضفطنا العزيزة دكتور امل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزأزي ازا حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا نورتينا انا اللي ليه الشرف ان انا بقى مع حضرتك وفي التلفزيون المصري بيتنا والمترابين علي يا ربي خليك يا ربي اهلا وسهلا بحضرتك طيب عايز ابدأ باق جزء من المقدمة اللي انا كنت بتكلم فيها احنا ولادنا ازاي نقدر نخلي عندهم سعة الافق المتعلقة بالبحث اللي بيجرى برا احتياجات المؤسسات اللي موجودة برا اه انواع التكنولوجيا الحديثة والعلوم اللي بتتطور بمتقى الصرعة زي زكاء الاصطناعي وعلوم مش عارف الرابط سوء الحاجات اللي زي كده كلها نعمل ايه او بنعمل ايه اه الحقيقة اه يمكن الجيل دي يعني محظوظ لان بقى معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلق مبادرات هامة جدا للتحول الرقمي وعمل مبادرات كتيرة جدا للشباب واهتم قوي بالقطاع لحاسبات لانه ابتدى يخش في مجالات زي محادتك تفضلت وقلت زي الارتفاشال انتليجنت والروبوتكس والروبوتكس ما عادتش حاجات بس احنا متفرج عليها او او يعني نشوف ابداع الانسان القالي بيعمل ايه لا ابدأت تخش في صناعات كتير جدا زي صناعة الادوية في المناظير الطبية في صناعة السيارات في حاجات كتير جدا مجالات ضخمة جدا فبالتالي علشان احنا مهتمين طبعا بالصناعة والتنمية فبالتالي لازم نهتم بالارتفاشال انتليجنس ونهتم بالزكاء الصناعي طيب السؤال التاني لحادتك تفضلت وسألته هل احنا مهتمين كجامعة ولا الولاد هم وعيين صح بص حضرتك فيه نوعيتين من الطلاب موجودين ولازم احنا نتعامل معاهم هم الاتنين ولادنا ولازم نبقى ادنا بادهم يعني الجزء الاولاني ده عارف سكته وواعي ومنه هو في اعدادي وسنوي شغال على نفسه وعمال يتعلم برمجة وعمال 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 وما شاء الله عليه ده عارف سكته ويعني بيحتاج مننا بقى لما يوصل لكلية بقى التخصص وان احنا نعمله الفاين تاتش بقى وان احنا نبتدي ندخله المسابقات وان احنا نبتدي نطلعه على سوق العمل شكله عامل ازاي وينربطه بالمجال اللي حواليه والصناعة اللي حواليه فده عارف سكته وانحنا بس ايه بنساعده ونشجعه ونوجهه صح ونشركه بقى في المشروعات القومية والمسابقات الوطنية والحاجات اللي من هذا القبيل النوعية التانية من الطلبة هم بقى ايه يعني داخلين كل ايه يدوب المجموعة جابهم كده او يعني خلاص يعني حاسين ان ده بقى ايه القدر بتاحهم قد يكونوا راضين عن ليه مش راضين عليه فاحنا بنبتدي بقى نشوف المجموعة دي من الطلاب وهي دي طبعا شغلنا الشاغل نبص بقى ان احنا ايه نبتدي طيب انت لك اهتمامات ايه اه انا بحب البرمجة طب خلاص احنا حنوجهك نعمل لك دورات عندنا في الكلية للبرمجة نجيب مجموعة من الشركات اللي متعاونة مع وزارة التعليم العالي وفي النقطة دي الحقيقة بحي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الوزير لانه لهم اهتمامات يعني مهمة جدا والفترة اللي فاتت دي مسابقات كتيرة جدا للتحول الرقم طبعا مش هقدر برضو انسى ادارات الكلية عندنا ورئاسة الجامعة كل ده بيدعم الطالب ده اللي احنا عايزين نوجهه ونحببه في المجال اللي هو بيدرس فيه وبالتالي طيب انا مش بحب البرمجة قوي طب نوجهه بقى في حتة تانية ايه الحتة التانية اللي ممكن اوجهك فيه لا ده انا عندي اقسام اخرى عندي ميديكا الانفورماتيك خش شوف الدنيا فيها ايه اه تعتمد على البرمجة في المقام الاول بس بشكل مختلف تاني روح مثلا شوف الزكاء الصناعي الاصطناعي في الروبوتيكس انا بحب بقى اعمل لك نفسي خش هندسة ونفسي اشوف الروبوتيكس ونفسي اشوف العربية بتتحرك بتشيل بتحط الرفعة مش عارف ايه روح شوف المجال ده فبالتالي احنا الطالب بقى اللي هو ممكن يبقى حس انه داخل الكلية كده من غير يعني اهتمام مسبق لا احنا بنشده لاهتمامات تانية كتيرة موجودة طيب انا هستأذن هلوح لفاصل وعايز ارجع بعض الفاصل اتكلم اكتر على مسألة اهتمامات الطلبة وجاذبية الكلية اصلا انا استغرب قول انه طالب يبقى داخل الكلية بتاع الكمبيوتر ساينس ومتدايق يعني دي بره يا سعده يا هناء اللي يتقبل في الكمبيوتر ساينس بتاخد درجات واشتراطات اعلى من اقسام وبرامج الهندسة العادية الجلد غريب برضو خليكم معانا بعض الفاصل نرجع مرة تانية لدكتور امل فاروق عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزأزي لو سمحتوا استنلونا اهلا 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 بحضراتك وكل الترحيب بضفطنا العزيزة دكتور امل فاروق عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزأزي طيب احنا كنا في الفاصل حتى بنتكلم على مسألة الثورات الصناعية المتعاقبة من الاولى وصولا للخامسة زي محاضر حتى كنت بتقولي وانه في مرحلة من المراحل كانت الثورة الرابعة بتشتغل على تفوق الآلة الخامسة بتشتغل على اعادة التفوق للكائد البشري للانسان بتعمل دمج ما بين في الارتفيشال انتليجنس الجديد في الثورة الخامسة مش هنعتمد بس على الروبوتكس والالكترونيك سيركيت وإلى آخره لا احنا لازم نرجع العنصر البشري مرة تانية لانه هو طبعا هو اللي عمل كل الكلام ده والمخر البشري هو اللي عمل لكل الكلام فاحنا لو رجعنا خطوة شوية لمثلا التلاتينات والاربعينات والخمسينات إلى آخره ليه جات فكرة الارتفيشال انتليجنس أصلا أو الاكسبرت سيستم النظم الخبيرة لان احنا في الوقت ده فقدنا عقول بشرية كانت هامة جدا في الحروب العالمية اللي كانت موجودة والأوبئة وإلى آخره فبالتالي اتجه الإنسان إلى أنه يوثق معلوماته ويوثق ثقافاته في شكل الارتفيشال انتليجنس والاكسبرت سيستم وبعدين اكتشفنا أنه الحكاية دي كويسة جدا لأنها بتساعد بقى على نمو العلوم ودقة الصناعات وأماكن ما منقدرش نوصل لها زي مثلا أعمق البحار إلى آخره ممكن الريبوتكس تعمل الكلام ده فبالتالي اتجه كل التفكير في فترة من الفترات أنه ينعمل لبريسمنت للإنسان وده طبعا بعد فترة في الوقت الحالي اكتشفونا طبعا مش صحيح لأن مزال الإنسان هو سيد الموقف هو اللي عامل كل ده فرجعنا بقى في الصورة الصناعية الخامسة أن احنا نرجع تاني دور الإنسان مع الريبوتكس بس هي الفكرة ازاي ندمجهم مع بعض ازاي نعمل ما بينهم وبين بعض تقالف ازاي نوزع الأدوار ازاي لأنه مع الوقت لو فضلنا في هذا الاتجاه أن كل ريبوتكس ريبوتكس هنوصل بقى لمشاكل اقتصادية تانية اللي هي بقى البطالة وأعداد كتير مش هنقدر يعني بقى فيها خاصة البلاد اللي فيها مازالت تنمية اقتصادية فمازالت محتاجة برضو أن يبقى فيه ناس بتشتغل وناس ما تبقاش الدنيا فيها البطالة يعني طيب بالمدرسة القديمة اللي موجودة للأسف الشديد عند بعض من ولادنا في الجيل الحالي هم هم طورسوها عن الأباء والأجداد اللي ما دخلش طب وهندسة عنده مشكلة فيبقى ودخل أي كلية تانية عنده شكل مشكل استياء الدفين أو المعلن أحيانا هل لما بيخش بقى عند حضراتكم الكلية ويبدأ يشوف البرامج المختلفة للدراسة ويشوف التدريبات اللي بتتعمل وازاي بتساعدوه وتحببوه في اللي بيجرأ وتعرفوه هو بيفكر في ايه الولايات بيتغيروا فعلا طبعا يعني احنا وعيين تماما في يعني مش بس في الكلية وقدرت الجامع عموما لأنه قضي إنه العامل النفسي للطالب ده مهم جدا ولازم نستوعبه ولازم نبقى بنتفاعل معاه بشكل إيجابي فأنا ببقى دايما حاسة إنه دايما مثلا أولى الأمور يجيش تقولي لا ابني وزعلان وكده لا هاتو نكلمه بنجيب له عناصر نكحة جدا من خرجينا اتخرجوا وعملوا شركات أو بقوا منبرز شركات عالمية فلما هو بيشوف النمازج الطيبة دي بيبتدي يندمج بقى معنا ويبتدي طب نحطه فين طب نعمل ايه أنا مش عايز أقول لها ديك يعني احنا في المدينة الفاضلة يعني عشان يعني احنا عندنا إيجابيات وعندنا سلبيات بس اللي بنحاول نعمله إن احنا عارفين إيجابياتنا ايه وسلبياتنا بنحاول نبتدي نلمسها ونعرفها كويس عشان نبتدي نحلها وبناء عليه السلبيات اللي موجودة احنا بنعرفها منين بنستقيها من الطلبة بتوعنا نبتدي نعرف لا أنا محتاج أعرف في المادة دي أكتر شوية لأنها أنا انترست بيها طيب نبتدي ننتبه للنقطة دي ده بقول الطالب ده اللي انترست بس لا مجموعة من الطلاب احنا عندنا قصور معين احنا لازم نصلحه طيب احنا هل إمكانياتنا نقدر نصلحه ولا نستعين بحد من برة لا بنجيب له مثلا حد من شركات مش عايزة أقول أسابيع طبعا الشركات الشهيرة اللي موجودة في مجال الاي تي نجيبه نعمله دلوقتي يعني برضو برغم ان كورونا كان ليها حداتك عارف يعني مساوئها الكتير لكن من أحسن حاجة عملتها فكرة ان احنا نعمل زوم ميتنج نعمل كل حاجة اونلاي نعمل فده خلى سهل الأمور يعني ممكن حد من يعني تورنا المهاجرة اللي برة عندنا مجموعة كبيرة في استراليا وفي الصين وبزوم ميتنج هو مش هنجيبه بس بزوم ميتنج يقدر يكلم الولادنا ويشوف يعني ده بيديهم نوع من الامل ان انا عايزة أبقى زي هذا الشخص وكتير منهم بيوصل للمرحلة الطيبة دي وده ضرنا في الكلية احنا مش بس مندي مقرارات ونحشي أقوله وكده حلو يعني هقول حديك على حاجة بسيطة احنا عملنا مؤتمر طلابي كنت مهتمة جدا ان انا مع زملاتنا الأفاضل في كل التربية نوعية واحنا كلية عملية وهم كلية نظرية ان احنا نجيب معرض فني عشان الطالب هو داخل على على السيشن بتاعة المؤتمر اللي هنتكلم فيه بقى على الروبوتيكس والكلام ده وهو داخل يشوف حاجة جميلة ان فيه حاجات تانية في الدنيا حلوة لازم يشوفها الفنون جميلة جدا الحاجات دي بترقي الحس بتصري عقله وبترقيه وتخليه يبدأ يفكر بشكل مختلف كمان طيب أنا سأزن هروح لفاصل أخير وهنرجع نكمل الكلام احنا سهلا بحضرتك اهلا بحضرتك مرة تانية وكل الترحيب بضفاتنا العزيزة دكتور أمل فاروق عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجمعة الزأزين زمان بس أنا حاسس أن أنا متوقع لإجابة بس زمان كان الطلبة علشان يعدوا من الكوريدور اللي فيه قط العميد الطلب مش عاوز يطلع الدور ده أصلا أنا أظن أن فيه حاجات كتير جدا اختلفت عن أيامي واختلفت كتير يمكن في الكام سنة الأوليالين الأخر الطلبة إزاي بيتعاملوا مع دكتور أمل عميدة الكلية أمهم أختهم الكبيرة أنا ما بقفلش باب يدهائي لأي طالب لأن كل طالب مختلف على التاني حتى لو هو عامل شغب ألأ بتعلق أمن حتى جيب نهولي هو أكيد عامل ألأ أو عامل شغب أو حاجة لأنه يا مش فاهم يا عايز يفهم أو مستأمن شيء يعني فيه حاجة يعني فإحنا لازم نبقى صابورين جدا على أولادنا ونسمحهم مهمة قوي نحن نسمحهم لأن هم على طول يعني على طول على الموبايل على اليوتيوب على فكرة بيستقي مليون ألف معلومة يعني ممكن يجي يسألني عن معلومة واحدة بس لأنه مش دخل في دماغه وصحح له خطأ معين أقول له لأ ده خطأ كذا 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 طيب ما هو كام ألف معلومة بقى دخلت له غلط وهو استقبلها بشكل طبيعي من غير ما يرجع لي أو ما يرجع لي يعني ده بياخدني للسؤال المهم جدا في رأيي أنه جزء كبير من المشاكل اللي كانت بتحصل زمان أنه أنا مش قادر أتناقش مع الأستاذ بتاعي أول ما بفتح الكلام الدكتور بتأ انت هنا تسمعه بس ده زمان ما عرفش لسه بيحصل لحد دلوقتي ولا لا ما نقدرش نعمل كذا دلوقتي وهل لو بيحصل بيحصل بنسبة قد إيه ما عمديش المعلومة ما أنا بقول لحضرتك ما نقدرش نعمل كذا دلوقتي لأنه ما شاء الله أولادنا وهم يعني أحسابهم متفتحين جدا وعقول متميزة وأسكية بالفطرة على فكرة صحيح يعني ما شاء الله شعب المصر يعني فيه زكاء كده جدا ما شاء الله جدا فما عادش ينفع نقول هش واسكت ومش عارفة إيه والكلام ده لا لا الكلام ده ما ينفعش لازم الحوار بس برضه أنهو حوار الحوار اللي ما يفقد يعني ما نفقدش ما بيننا وبين بعض الاحترام طبعا هو عارف أن ما زلت أنا عمدتك كلية ما زلت أنا أكبر منه بس هو حاسس من جواه أن أنا عايزة فيده مش عايزة أضره عايزة أبقى جنبه عايزة يبقى أحسن وده هدفنا كلنا وإحنا يعني أنا لما يجي لي حد أنا مش عايزة أعقبه يعني أنا يعني العقاب ده طبعا مطلوب وموجود وكده بس أنا في النهاية لو عقبته أنا عايزة يبقى كويس العقاب مش هدف بالضبط مش الهدف العقاب الهدف أنه هو يبقى كويس فطبعا كل طبيعة طالب بتختلف عن التاني ممكن أول عقاب يجيب بشيء مخالف خالص وبدل ما أنا بقومه لأ ده أنا أطلعه بقى حاجة سيئة يعني مش عايزة أقول بقى يعني احنا نخش بقى في في ابتعد عن المجتمع في نوع من التطرف في نوع من كده لأ فأنا لأ أنا عايزة الغلطان ده أجيبه وأعرفه غلطه بالراحة وزي ما بيقوله كده أخده تحت جناحي بالراحة واتكلم معاه وابتدي أشوف إيه مشكلته أكيد هو عنده مشكلة مجرد ما إحنا وصلنا لإيه اللي هي المشكلة خلاص بنقدر نحلها بنقدر نوجهه زي ما قلت لحدتك قبل كده طب لأ إحنا عندنا نادي علوم دلوقتي بنعمله الدكتوري الفلاني يروح فيه لأ هو بيحب الرياضة طب اتجه للأمور الرياضية طب لأ هو بيحب الثقافة لأ بنجيب ندواته يعني يعني بنحاول معظم الاهتمامات نلمها لنوعيات مختلفة من الطلب فبالتالي لأ كملي فان فبالتالي زي ما قلت لحضرتك بيساعدنا يعني زي ما بيقول الحقيقة تفتح قدرت الجامعة مع علي رئيس الجامعة وبيساعدنا تكاملنا مع الكليات التانية اللي عندنا مش عندهم واللي عندهم مش عندنا فبالتالي إحنا عاملين بروتكلات تعامل تعاون مع زملاء مثلا في كلية علوم الأعاقة لأن إحنا البرامج بتاعتنا حتفيدهم وهم الجانب الإنساني والجانب التربوي حيفيدهم عاملين مثلا مع كلية تمريد إحنا نقدر نفيدهم في دورات الإي سي دي اللي هو مش عارفة إيه والحاجات دي وهم مشكورين بيجوا يعملوا لنا دورات الإسعافات الأولية إلى آخره زملاءنا طبعا في كلية الهندسة إحنا قطاع هندسي واحد إحنا بنتجه شوية للبرمجة أكتر هم بيتجهوا شوية للبرمجة أكتر نعمل إنتجريشن مع بعض فتفاهمنا مع الزملاء في الكليات الأخرى بيعمل نوع من التكامل اللي مطلوب ودي حاجة مهمة جدا إحنا مش جزر منعزلة يعني إحنا كلنا بنكمل بعض كلية الأداب بيجولنا طبعا لأنه ما شاء الله طبعا أساس ده أفاضل في الشعر والأداب فدي حاجات كلها مهمة جدا إنه يحصل الرؤية دي والتكامل دي في الجامعة ومش هنلاقي بيقى أحسن من الجامعة طبعا إنه كل العقول موجودة كل التخصصات موجودة وكلنا زملاء فده بيبقى شيء مهم جدا وبيرجع بشكل إيجابي جدا على الطلبة يعني رب لو افترضنا يعني أنا معرفش طبعا حاجة تقريبا في الكمبيوتر سعيز إذا افترضنا طايم سؤال جاي وانا بسأل السؤال تقولي طايم استنى بقى سؤال واحد زغانطت لو افترضنا إنه طالب بيحل بطريقة ما مختلفة بالكلية عن اللي بيدرسها جوة الكلية عند حضرتك وافترضنا إنه الدكتور بتاعه مش عاوز يديله درجة كويس هل الطالب هيجي الدكتور أمل وإذا جيه سوف تنصف مين؟ الطالب اللي حل في كل الأحوال صح؟ ولا الدكتور اللي مصمم على طريقة معينة؟ بص حدتك النوعية دي من الدكترة طبعا موجودة وطول الوقت هتفضل موجودة لأنها كاراكتر وشخصية وأسلوب تربية يعني الهدف أول زي ما بيقول الشطارة كده إن إحنا نتجنب الصدام ده ما بين الطالب وما بين الدكتور إذا وجدنا إن الطالب ده حالي بشكل كويس وبشكل مناسب مش هروح أقوله الدكتور إنت لازم تعمل إنت لازم مش عارفة إيه إنه هيعمل صدام ويكبر المشكلة لأ إحنا نحتوي الدكتور نقوله على فكرة هو استفاد جدا من علم حضرتك وتمام وكده لكن بص له بنظرة تانية ده هو ابتكر حاجة ده هو عمل حاجة ده هو مش أين شوفها كده وديني ريبورت عنها هيبتدي يتكلم معاه بعدما كان الدكتور لأ أو مش عايز مش عارفة هيبتدي يتكلم مع الطالب هيبتدي يتناقش معاه طب أنت عملت دي إزاي طب أنت خليت دي إزاي طب مش عارفة إيه ممكن جدا يعجب بقى الفكره في النهاية مطالب أن يديني ريبورت هيدي يديني ريبورت لأ الولد ده كويس خلاص كده المشكلة تحلت إحنا وصلنا للولد ده كويس أنا معلش أسئلتي سعبة تبقى غلسة كده افترضنا أن الدكتور متجمد الفكر والعقل معا وأصر أنه لا مش هدي لك درجة ده بيحل الطريقة تانية في حين أن هي صح بس مش طريقة الدكتور ده هنعمل إيه والله ساعتها بقى فيه طبعا حاجات أكاديمية بتبقى موجودة ما بنحاولش نلجأ لها سؤال بيت تتقوي لا يعني لا فيه طبعا حاجات أكاديمية إن إحنا تنعمل لجان ممتحنين بقى لجان الممتحنين بتبص في الورقة وتقيم تاني وإذا كان الولد فعلا حالل صحة خلاص إحنا بننصفه بس إحنا ما بنحاولش نلجأ قوي للحاجات اللي دي إلا إذا استنفذنا تماما الطرق السلمية زي ما بيقول والطرق الودية أنا نفسي النوع ده من الدكتورة ما بيبقاش موجود علشان دول بيقتلوا إبداع الولاد بيقتلوا يا أمة بيخالي الولاد ده ما بيصدق ياخد بعضه ويسافر بقى بعض ما يتخرج ما يجيش تاني الدكتورة دول بجد مش عاوز أسمع عنهم مش عاوز أشوفهم أبدا 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 بس هو ما عادوش قوي زي كده ما عادش حد متحجر قوي كده برضو الناس بقوا متفتحين إلى حد كبير يعني الزملة كلهم أفاضل يعني زمان ونصغير واحد منهم كادة أن يدفعني دفع للهجرة والله كادة سنة طلعت أكثر صلابة من ذلك أنا بشكور جدا ألف ألف شكر لحضرتك نورتنا وشرفتنا يا دكتور أمل ويا رب يا رب المزيد من التوفيق والنجاح دايما أهلا لسعيدة بوجودي مع حضرتك والحضرتك مزيد من التوفيق وسلمينا على صديقي الجديد يوسف عيسى يوصل لحضر إن شاء الله شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا لحضراتكم كل شكرا لدكتور أمل فاروق عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزائزين ما لكش دعوة الطلب يحل إزاي أنت ديك دعوة إن الحل صح خطوات سليمة نتايج سليمة حل إزاي لا مش طريقتك ما لكش فيه بالمناسبة ما لكش فيه ده بجد دي عيال أشتر منك وأزكى لأنه هو جاب طريقة مختلفة لأنه مطلع مش متمسك بكتاب واحد اتقوا الله بقى خلصت الحلقة لحد كده لو كان لدى العمر يتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم اشتركوا في القناة